300 ألف كاميرا تطوق الإمارة الساحرة وتحاصر الجريمة المفاجأة تتبع قد يكون لحياتك الشخصية معكم رائد حاكم فاصل قصير ونأتي بالتفاصيل أنت في دبي إذن أنت في أمان كاميرات المراقبة تطوق الإمارة الساحرة على مدار الساعة عبر منصة الطيار بدون طيار ترصد الحركة الأمنية في الشارع لحظة بلحظة لمواجهة أخطار الجريمة والمشاكل المرورية لكن يبقى السؤال هل يتوقف الأمر للمنصة عند رصد الحركة بشوارع الإمارة؟ أم أن الأمر قد يتطور إلى أبعد من هذا ويصل إلى الكواليس ورصد دقائق الحياة الشخصية بالصوت على أي حال حققت إمارة دبي قفزات نوعية في توفير الأمن للمقيمين فيها والزوار وحرصت على اقتناء تقنيات أمنية حديثة ومتقدمة وذات فاعلية وأدخلت 300 ألف كاميرا للخدمة بهدف المراقبة على مدار الساعة لبث الأمن بالإمارة التي تعد الأكثر أمانا من بين دول العالم وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المنظومة الأمنية الجديدة تعاليت الكفاءة ونجحت دولة الإمارات في توطيد أركانها وأمدتها بكافة المعلومات التي تمكنها من آداء رسالتها على الوجه الأكمل في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ مقدرات الوطن وصون مكتسباته التنموية وإنفاذ القانون وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار وفي مختلف الأوقات وضمن شتى الظروف كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن منظومة الدرون عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات من دون طيار في الإمارة وتهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جدا من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط خلال الخمس سنوات القادمة إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة وتعتبر شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة الدرون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية يشار إلى أن النظام الجديد أسهم في تقليل زمن الاستجابة من 6 دقائق و46 ثانية إلى أقل من ثلاث دقائق في فترة زمنية قياسية إضافة إلى أن النظام يمكنه توقع الجرائم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل المعطيات والأرقام ويعتمد النظام الألي على أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل كافة المعطيات وإرسال نتائج التحليل بشكل تلقائي إلى الدوريات الأمنية لتغيير منطقة تمركزها كما يقوم النظام بتصنيف المناطق الرئيسية في الإمارة وتقسيمها إلى وحدات ألف وباء وجيم باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية أو الجيومكانية حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية والتجارية والكثافة السكانية ويساعد النظام على تحديد المواصفات المطلوبة في الدوريات والموارد البشرية في كل وحدة على حسب أهميتها ذلك لتقديم خدماتها في تلك الوحدة بكل احترافية ويعمل النظام بشكل ذكي دون تدخل بشري حيث يتم تغيير مهمات الدوريات ومناطق الاختصاص وفق البيانات المرسلة إلى مركز القيادة والسيطرة ويتم تحليلها وإعادة إرسالها إلى الدوريات الأمنية بنتائج تكاد تطابق الواقع والطائرات المسيرة أو الطائرة دون طيار أو الطائرة من دون طيار أو الدرون أو الزنانة هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبق لطريق تسلك في الغالب تحمل حمولة لآداء مهمها كأجهزة كاميرات وفي السابق كان الاستخدام الأكبر للطائرات المسيرة قاصرا على الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم لكن تم استخدامها في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحريق ومراقبة خطوط الأنابيب ولقد غيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية بحيث أصبح المتحكم في الطائرة غير معرض لأي خطر حقيقي وفي منتصف ديسمبر 2017 أطلقت دولة الإمارات أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدنية ومجتمع آمن للممارسة وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية بعيدا عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور أو حتى التعدي على الخصوصية وتفرض المنصة مخالفات على غير الملتزمين بالتسجيل فيها حيث تخالف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات الشركات غير الملتزمة بالتسجيل بقيمة 30 ألف درهم مع إحالتها إلى القضاء كما تفرض الهيئة العامة للطيران المدني مخالفة تقدر بـ 50 ألف درهم على الهواء غير المسجلين وقال سيف السودي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار آخذة في الارتفاع ومع استمرار التحسن في التكنولوجيا فمن المرجح أن نرى نموا سريعا في نشاط الطائرات بدون طيار في السنوات القليلة المقبلة في حين أن الطائرات بدون طيار لديها القدرة على إحداث تأثير إيجابيا على العديد من أجزاء الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنها يمكن أن تشكل أيضا مخاطر عدة خاصة فيما يخص السلامة والأمن والخصوصية إن لم تكن تستعمل بالشكل الصحيح وأوضح السويدية أن الهيئة وضعت اشتراطات وآلية مبسطة لتسجيل مستخدم الطائرات بدون طيار لغرض الترفيه حيث تم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والتي تحتوي على جميع الإشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلام ودون تعد على خصوصية الغير أو الممتلكات العامة والخاصة وقال المعين أن التجار والموردين أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من الطائرات بدون طيار من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة والتي دخلت الخدمة حاليا وهي منصة إلكترونية لتسجيل المنتجات التي سيتم استخدامها في أجواء الدولة حسب اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع التطبيق الإلزامي ونوها المعين بأن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتجنبه أي تبعات سلبية قد تنتج عن التوسع في الاستخدام غير المدروس لهذه الطائرات واللائحة الإماراتية تعد الأولى من نوعها عالميا وستساعد كل من يرغب في استحداث منظومة للتطقيق على هذه المنتجات نشكر لحضراتكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر